جاءت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في اتخاذ إجراء جديد بخصوصي اللقاح وذلك مباشرة عقب صحب التطعيم الخماسي الذي عوض بتلقيح رباع زائد واحد مونة مالك تفصل في هذا التقرير سيكون الأباء يوم الخميس القادم على موعد مع عملية استئناف تطعيم الرضع ضد بعض الأمراض جاء ذلك عقب صحب التطعيم الخماسي الذي كانت له مضاعفات خطيرة على صحة الرضع وستعمل وزارة الصحة على تدارك التطعيم ضد الدفتيريا والكزاز والسعالي الديكي والهيموفيليوس والأنف الونزابا والتهاب الكبد با من خلال استخلاف التطعيم الخماسي الذي سحب بمبدأ الحدر بالتطعيم الرباعي ضد الدفتيريا والكزاز والسعالي الديكي والهيموفيليوس والأنف الونزابا مرفوق بتطعيم أحادي التهاب الكبد با أشفيبي على أن يتم تدارك جلسات للأطفال بالتطعيم الرباعي تدريجيا في حين طمأنت وزارة الصحة أن تدارك التطعيم الخماسي لن يؤثر على المناعة ولا حتى على صحة حماية الأطفال المؤهلين لهذا التطعيم